اشتركوا في القناة في اطار الحفاظ على صحة السلام وامن المجتمع في الحقيقة تم رصد جميع العائدين من ايران خلال شهر فبراير وتم بالحقيقة حصر اسمائهم واماكن تواجدهم وكذلك مواقعهم حيث يعني بلغ عددهم في الوقت الحالي الى الفين ومائتين واثنين وتسعين ولله الحمد تجاوب منهم حول ثلاثمائة وعشرة شخص مواطن منهم مع دعوة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وقاموا بتسجيل يعني انفسهم لجدولة مواعيد الفحص عبر الاتصال على رقم ترابل فور وهذه في الحقيقة يعني يعطينا مؤشر على الحس الوطني للمواطنين اللي موجودين في مملكة البحرين يجب في الحقيقة على جميع الاشخاص العائدين من ايران والذين لم يتجاوبوا مع دعوة التسجيل في الحقيقة يجب عليهم ان يقوموا بالاتصال فورا على ترابل فور لتسجيل المواعيد لهم وسيتم فحص يعني فحصهم في اماكن مخصصة في بعض المراكز اللي هي يعني موزعة على انحاء المملكة وستكون العملية كالتالي هي يعني اخذ عينات منهم في نفس الوقت وفور ان شاء الله خروجهم او خروج النتائج الفحوصات ويعني تبينهم يعني غير مصابين فسيعودهم باذن الله مباشرة الى يعني منازلهم الاخوان اللي راجعين سيطلب منهم استكمال مدة الحجز المنزلي المطلوب في غرفهم المنفصلة وهي مثل ما نعرف هو 14 يوم وكل شخص منهم يعني سيحضر لاجراء الفحص سيعطى يعني مثل ما نقول اجازة طبية مدفوعة الاجر لمدة اسبوعين تمنع في الحقيقة التجمعات العامة يعني حرصا في الحقيقة لمثل ما نقول اللي هو احتواء الوضع هل؟ ليس قلل ترجمة نانسي قنقر